بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم في قراءة جديدة ومقوي دراسة لي مجموعة من المصادر اللي حتتناول تاريخ مصر الفرعوني هستأذن حضراتكم نحن حنواصل محاضراتنا في التاريخ الفرعوني وزي ما كتبتلكو على الفيسبوك انه عندي مشكلة في استحميل سور معبد الكارنك هحاول إن شاء الله نحلها في القريب العاجل ومن خلال الفترة دي إن شاء الله هتكون محاضرات التاريخ هي البديل لغاية إن شاء الله تعالى ما ينتهي الأمر دا لكن النهاردة هنتشتغل على موضوع من أهم الموضوعات اللي ممكن اشتغل عليها كأثري أو كبتع تاريخ وهي مشكلة تحطبس ثالث حتش بسط احنا يكاد يكون عدد كبير مننا عنده قناعة مسلم بيها أن العلاقة بين حتش بسط وتحطبس الثالث كانت علاقة سيئة علاقة غلب عليها الصراع بين الطرفين عارف الابليكيشن اللي احنا كده لكن تعالوا نشوف الحدوتة من الأول باختصار يعني هنتعود أن احنا دايما بنتكلم بديدي بس الفكرة ده بنفتح بنعرف الناس تاريخ بلدنا لما مات تحطمس الأول زوجته أحمص خليفت له بنت اللي هي خنة اي من حدش بسط موت نفرت موت نفرت الأم الجميلة خليفت له ولد الولد ده اللي هو مين تحطمس الثاني تحطمس الثاني يتجوز اخته بموجب القصر الملكي علشان تتعمل عملية الزواج المقدس اللي يضمن شرعية الحكم الراجل تده يشتغل عمل لقينا شوية بلوكات كده عليها اسمه أجانب الصرح التالت لقينا بقاية مثاله حتة مثالة صغيرة عند الصرح التامن في الكارنك لقينا اسمه في صرابيت الخادم في الططف في قفت في سمنة بوهن شوية شغل كويسين مش وحشين الراجل تده عمله عمل معبد صغيرة شمال هابو وكذا اسمه اسمه عنخ لكن المشكلة انه كان under control وسترس من حتة شبسود هي الزوجة الملكية وهي كانت شخصية الحياة قوية جدا هو يخلف منها بنتين نفرراء ومليتراء مليتراء لها تبقى حتة شبسود اثنين شكلة بعض الكتب لها تكتب حتة شبسود واحد واثنين اللي حصل انه هو من احدى المحظيات بتاعته اسمها ايزيز خلف ولد واعلن ان ابنه من ايزيز دي ابن ملكي وان ايزيز زوجة ملكية ورفع الولد والولد بعد موته بموجب المرسوم الملكي الولد اصبح ملك على البلاد طبعا نيجي هنا البعد يقول لك عتش بسود اخدت حتش بسود الولد واضعته في السجن وانت بالعكس تعالوا نشوف في السنة التانية بنعرف النصوص ديدون بان عبادة المعبود ديدون في النوبة وفي سمنة وصلت الى المنطقة في السنة التانية من حكم تحطمس الثالث في السنة الخامسة تحطمس الثالث عين وزير جديد بصفته الملك في السنة الستة الكاتب تمحي عمل لوحة كاملة اسمها لوحة تحطمس الثالث ده ناس بتتكلم على الملك كملك بشخص مستقل عنديش اي مشكلة ما عنديش اي ازمة في هذا الامر اذا حتش بسود مع الملك على فكرة في بعض مناظر معبدها في الدبل البحر والمصورة الحامرة كانت حتش بسود بتمثل معها تحط مصورة الثالث بصفتها اجهة غريبة جدا بصفتها الزوجة الملكية وبيظهر هو بصفة الملك يعني هو بياخد نسوه هي بتاخد الحمط ولد نسوه تاخدش النسوه يعني لو جئت حط الاثنين احط هو ملك وهي الزوجة الملكية العظمى لكن هي احتفظت بقوة اشتغلت مع سنموت ومعبقى نحسين الاثنين دول الاثنين دول كانوا رابين منها جدا ادوها الفيلم وعملوا لها معبدها وبدأت تمشي لكن في المرحلة دي قادروا لهم في حكم مشترك الولد بيتضرب يعني في السنة التلاتة شهر في حملة لسينة عملها تحطمس ثالث ازاي وفي السنة التاسعة في حملة عملها للنوبة تحطمس الثالث مذكورة كده انا بتكلم عن فيك السنة التاسعة والتلاتة شهر تقول لي تحطمس الثالث لواحده لغاية ما بتجيلي ان في السنة في اليوم العاشر من الشهر الثالث من فصل الشمو من السنة التنين وعشرين نصه بيقول كده حدش بسوط ماتت وفقا للنصوص اختفت او انتهت او خرجت او كان اخر نص لها لقناه جاء تحطمس الثالث واصبح ملك على البلاد عمل ايه تحطمس الثالث قادش اللي كان لباني ماند اللي رمسيس الثالث ارفنا بعشيتنا بيها تحطمس الثالث ضربها مرة واثنين ميتاني سيطرة نهدينا والسيطرة عليها ده رحمة جده 330 امير وقفين ضدك وطلع عند رفح واحتفل بعيد ميلاده ومسك طريق حرس الحربي وقعد وقال لهم قولوا لي الطرق وانا وابتدوا يقترحوا الطرق لهم لا حنمشي من الطريق ده دون ده وابتدوا يفكر فكر كعقلية عسكرية عالية جدا تحطمس الثالث وصل بيه الأمر انه دخل لمجده ان الناس كانت بتبكي وتنهار قدامه السحل الفنيقي اصبح تحت سيطرة مصر في السنة في الحاملة الخامسة المنتجات الجديدة اللي دخلها والنباتات اللي دخلها للكارنة دليل على يعني ما كنتش احارب اشانا اعمل بريستيج واتصور تحطمس الثالث على قد ده كله كان في قوضة صغيرة في الكارنة كيكتب السنة كذا عملت كذا السنة كذا اللي هي سلطين الحوليات ما روحتش رسمت واعمل واعباولي طب هو عمل ولا ما عملش زي رمسيس وزي غيره من الملوك لا تحطمس الثالث كانش محتاج العالم كله كان يعلم من هو تحطمس الثالث اعظم ملك انجابته مصر في تاريخها اعظم ملك اللي هيوجد ابتسامته لو شفناها في تمثيله ابتسامة تغني عن اي شيء انك تشوف ابتسامة وجمال وعيون تحطمس الثالث وهو في عين الثقة والنظرة القوية بتاعته لما راح لنهر الفراد وجدد اللوحة اللي عملها جده في انه سيطر على المنطقة في السنة 33 لما خد بي تاني وحطها تحت ايده في السنة 23 لما راح ضرب بوهن يعني ايه ده أنا بضرب ما جده وارجع على بوهن عبادته اللي توصل لجبل البرقل وبتقرخ بالسنة 47 من حكمه ايه ده اللي عمله حطمس الثالث ده ايه اللي عمله ايه اللي وصل له حطمس الثالث يوصل لهليوبلس ويعمل مثال الاحتفال اللي هي موجودة دلوقتي في اسطنبول يعمل بوابة في كومومبو يعمل في دندرة يعمل في الطود يعمل في أرمنت يعمل في الميدامود يعمل في حنق عنخ جنب معبد حتش بسوت معبد تخليد زك المعبد بتاعه ده تخليد الزكرة ده له زكرة حلوة عندنا احنا بقى كابتو عصار لما بدقر الاستراكة بتاعت عمال دير المدينة ونسمع عن الاضراب اللي حصل في السنة 29 من حكم رمسيس الثالث اللي هنتكلم عليه ان شاء الله لقينا ان العمال بيقولوا ان هم قعدوا على بوابة الحنق تعنخ ايه الحنق تعنخ ده معبد تخليد الزكرة بتاع تحطمس تال ما ننسيش انه نعمل نفسه كمان معبد تخليد زك حكم 54 سنة وفي السنة 49 بلاية تحطمس التالت بيطلع برضه بحملة الى النوبة يعني اذا ملك ما سبش شيء يمكن انه يعمله عمل لمصر كل ما يمكن ان يتخيل شخص هي ربت ولد تربية كويسة جدا شركته في العمر وضعته على الحكم والدليل اكتر من حاجة واحد انه تحطمس التالت لم يمحوا الاثار اللي هو موجود مع حد شبسوت لانها موجودة بصفاتها الزوجة الملكية يعني في المقصورة الحمراء لو دايما المناظر اللي هما الاتنين مع بعض موجودين هو ما شالهاش اتنين ان تاريخ حسف اثار حد شبسوت مش تكسرة حسفها ووضعها امام معبادها امام معبادها مرميهاش بايد ده دفعن كده وقفل بقى للسبوع بعد السنة اثنين واربعين من حكم فلان بيكره حد وتولى منصبه انا بكره فلان هستنى من السنة اثنين وعشرين اللي هو ما تفقى قعد عشرين سنة سايب حاجته كده والناس راح تصلي واخلق جبها ضدي الملك العسكري القوي بفكر الهيمنة والسيطرة والقوة لم يكن معادية لأحد لم يكن فاض حتى انه اقول لحضراتكم حاجة عارفين القصة اللي انا حكيتها في بداية الفيديو ان الملك تحطمس التالت قالك انه كان قاعد والتمثال بتاع الاله يليف يجو قدام ده البعض بيقرخ بالسنة اثنين واربعين او تلاتة واربعين من حكم يا تحطمس التالت ما عملهاش تاني يوم حكمه او ما عملهاش شان يزبط شرائية زي بحات شبسوت عملت في مأسورة الولادة الالهية او مأسورة بونت لما بعتت بانحسي والقصة الشهيرة بتاعت بانحسي وبلاب بونت بالعجل حات شبسوت كانت عايزة تواصل الشغل التجاري وبعتت وبعتت للراجل باري هو اللي قابل الناس واللي هم كانوا رايحين بعد كده هيعدوا المنطقة تانية علشان يجيبوا منها منتجات فاكرين الجملة اللي قالها الراجل منتجات اللي انت راحين راحين فين قالوا راحين نجيب منتجات من تانتر ارض الاله قال لهم ارض الاله اللي انت راحينها اهدوا ده محدش دخلها من ايام راعة بص التاجر الشاطر انا تاجر الشاطر وانت جاي لتشتري مني حاجة او ما اقول لك انت الاقي لك نتك مثلا من اسوان عاملك قال لهم بس هي ايه التانيتر التانيتر ده تعبير اسمه ارض الاله ارض الاله هو تعبير يقصد بمكان تحضر منه شيء او ترغب منه في شيء من الله مش قادر تحق يعني الواحد اما بيزع من بيتي يقولي يا اخ انا غير ارض الله واسعة ارض الله واسعة هو مكان تبغي فيه الخير دون ان تعرف مكانه الحقيق تحطمس التالت او حتش لما جي ما نهاش الشغل التحاتش بسود للحدود والعلاقات ما مسحش الكصة بتاع بمط الرحلة شغالة سبها سبها لان دي مفر بعد السنة 42 بقى الخلاف بقى الكهنة لعبه فيه خلاص ماشي لكن هو من البداية مفيش هو محتفر والدليل الاهم الدليل انه لو بصنا على زيجات تحطمس التالت حلقين اتجوز مين اول اتجوز هي جوزته نفره رع خلوا بالكو دي بقيت لما جوزته نفره بقيت مرات ابوه وبقيت عمته لانه يخطبه وبقيت حماته بعد 40 سنة من حكمه لما ماتت مراته الاولى اللي هي الصاتقية اللي كانت مخلفة لولد اسمه أموني محات أمني محات والولد ده اللي مات في حياته لما ماتت امني محات اتجوز مين اتجوز مريض رأي حتشبسوته التاني بنت حتشبسوت الله كذا انا مش كاره الست ده بالعكس عالي يا ست هنبقى حف وراحت دي اللي تصورت معاه هي ونبتو في المقصورة اللي في المعطحة في المصري المقصورة اللي جاء من الدير البحري اللي متصور فيها تحط مستالت بيقدم القرابيل لامون واللي التمثال طالع حتحور وتحتها تمثال ملك الملك اللي تحتها ده ابن نبتو اللي هو من حطب التاني قاسس مش تحطمس ثالث لو بصيته على ظهر البقرة منين هتلاهو اسم عمن حطب التاني والولد اللي بيرضع هو عمن حطب التاني عرفنا منين ده ما فيش رغليفي قالك اذا رأيت شخص يرضع من الحتحور يرتدي حية الكبرى دون اي رمز ملكي فهو ولي العهد الذي سينتقل اليه العرش بعد وفاة قبيل تحطمس الثالث قدم لمصر ما لم يقدمه ملك ذكرى ظلت لدرجة ان لما نسمع في العصر البطلمي والمصادر الدي موتيقية عما يعرف باس تعاليم او حكم سيزوستريس نقرأ انها تشبه دائما الشاب الذي يرغب في ان يكون قويا كن مثلة من خبرها تحطمس الثالث ذكرى ظلت عطى عصر البطلمة ذكرى موجودة تحطمس الثالث اللي خلفوا على العرش اللي اتولد في السنة تلاتة وتلاتين من حكمه ابنه عامل حطب التاني هذا الملك قدم لمصر ما لم يقدمه احد ولابد حين نختم حديثنا عنه بان نتحدث عن الشخصية الرائعة التي كانت بجانبه التي قالت عنه انه الملك الذي اتى حكمة جحوتي وعظمة سيشات واعطته التعليف في كل والتقديس في كل الاماك وهو ريخ ميرا مقبرة مية في شيخ عبدالقرنا مقابر الأشراف ومقبرة ريخ ميرا على الرغم مما فيها من مناظر وفيها منظر مهم ألفت نظر كتير من زمين أن المقبرة الأفراد الوحيدة اللي فيها الـ 75 تقصى الكاملة بتاعة فتح الفم لكن فيها على شمال كنت داخل في الوش يعني أول ما تدخل المبرة الجزء العرضي على الشمال هتلاقي المنظر الرائع أو المص الرائع لمرسوم تولي الوزارة إزاي خطاب التكليف يتكتب كن مطيعا كن خادما لمن يأتي لك لا تتكبر لا تتعالى لا 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 إشارات للوزير كيف يكون في خدمة الشعب وكيف يؤدي ما يجعل الشعب في أفضل الأحوال حفظ الله مصر والتاريخ بتاعها وعظمته وعظمة ما تركه هذا الملك تحط مصر الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنكمل حدوتة بتاعتنا يمكن نوصل مع بعض لفطرة العمرنا وخطورة المرحلة أتمنى أن نكون موفقين في اللي نقدمه أشكر حضراتكم شكرا جزيلا وفي فيديو جاي عن تاريخ مصر حد لما تتحل مشكلة الكرنك إن شاء الله هكون معاكو نكمل هذا الأمر سلام عليكم